طيب خليني يعني حضاك كلاعب في النادي الأهلي ثم مدرب عبر العقود اللي ماضي دي كابتن فاتحي دايما في كل عصر كنا بنجد في النادي الأهلي نجمة أو اتنين ملع العين قوي وأحيانا يعني أداء الفريق انصح التعبير بيه دور في فلاكم لهم دور في تحقيق النتائج في إحراز الأهداف الفترة الأخيرة بنتكلم عن فريق جماعي هل صحيح ما بقاش في النجم اللي يصدع الفارق في النادي الأهلي وانه البطل بقى هو الفريق والأداء الجماعي لا بص حضراك برضو الجيل بتاعنا يمكن برضو كان فيه لعبة مميزة جدا على المستوى الفني ومستوى الأداء الفردي ما ندارش نقول كلنا كنا سوا سايا لا كلنا فعلا كان الفرقة بتجمع فيه ناس مهريا على مستوى عالي جدا يعني كابتو الخطيبة على مستوى عالي جدا النحل المهرية والنحل الفية والمغربة كابتن مستوى عبده طبعا كان بيعانده عنصر مميز جدا عنصر السرعة كابتن زيزو برضو من الحاجات الصغيرة اللي كان بيقدر كان فيه جيل كل واحد يتمتع بحاجة فردي صحيح ولكن الأداء الجماعي الأداء الجماعي برضو احنا فيه فترة من الفترات كنا فيه أداء جماعي كويس جدا وكان جيل السبعينات برضو مميز جدا في الأداء الجماعي النهاردة أصبح مفهوم كرة القدم وأصبح النهاردة أسonieب كرة القدم بتختلف بتختلف النهاردة في الأسلوب وتختلف في التكتيج بتختلف في كل شيء النهاردة أصبح النادي الآلي النهاردة ما بيعتمدش على النجمة الأوحد لا ما بيعتمدش على النجمة الأوحد كل النهاردة حتى عملية الروتيشن اللي بتحصل مستر موسيماني بيحطها النهاردة اي لعيب بينزل بيه النهاردة الارتداء التشيرت الأحمر ده بيديل جد طبعا اي لعيب يتحمل مسؤوليته عشان كده دائما الفيرة الحمد لله كلها فيه كرة جماعية كلها ما فيش نجم الأوحد النهاردة اللي تقول ده اللي بيكسب النادي القالي لا النهاردة هتلاقي اي من أشرف بيسجل هتلاقي علي معلول بيسجل هتلاقي بدر بنوم بيسجل هتلاقي عمر السلية بيسجل حمدي فاتح بيسجل كل الناس بتسجل ما فيش حد النهاردة هو اللي بيسجل اه هو اللي رفع شأن النادي القالي صحيح كرة غيرت وتطورت بشكل مذهل السنوات الأخيرة كابتن فاتحي شايفها قامت عدلوقتي ولا قبل كده لا يا بين وبينك زي ما قلت حضرك زمان كانت أداء فردي وكانت دايما الناس اكتهاد والجماهير دايما كان عنده عشق بنجم أو نجمين النهاردة الجماهير النهاردة عندها عشق الفريق بحاله صحيح يعني عندها عشق فريق بحاله النهاردة الحمد لله النادي القالي النهاردة عنه نجوم على مستوى عالي من الناحية التكتيكية والناحية المهارية والناحية الفردية وأسلوب اللعب وكل ده كمان أهم من كل ده الناحية السلوكية النادي القالي بيجمع النهاردة العيبة كلها على مستوى عالي جدا من السلوك النادي القالي الحمد لله منظومة كويسة أداء رائع الرتم يمكن زاد في سرعته عن رتم زمان